تاريخ حاسم مئة يوم حتى الانتخابات الوطنية في النمسا بحكم ان يوم 29 سبتمبر هتفتح صندوق الانتخابات البرلمانية في النمسا لأداء او التصويت على انتخابات برلمانية جديدة وموضوع الانتخابات وحاسم الانتخابات شايف ان الانتخابات دي البزان رايح لكافة مين وان كان هناك صراع بين الحزاب الثلاثة الاكبر اللي هو حزب الشعب وحزب الحرية وحزب الحزب الديموقراطي الاشتراكي ولا هيكون فيه هناك مفاجآت احنا لسه مش عاملين حسابها تحية سازن دور تحية زميع الشهادة المشاهدين اللي عم يتابعونا اليوم هلا على الانتخابات وعلى النمسا ميديا وخاصة على ايضا على قناتنا على تيك توك يعني سؤالك صراحة صعب يعني فعلا من ابدأ بالاجابة اه نحنا فعلا اليوم نبتعد مائة يوم عن من اليوم مائة يوم على الانتخابات بتسوى عشرين تسعة المقبلة فعلا هيكون تاريخ حاسم مين اللي رح يخرج مين اللي رح يتصدر هاي الانتخابات هل هو اليمين المتطرف هل هو هربيت كيكل هل هو كارني هامر هل هو ماتيس كريستيان بابلر كريستيان بابلر بابلر رئيس حزب الاسبول هو سرعة التغييرات الواحد كريستيان بابلر مين اللي هو رح يكون البوندس كانسلر طبعا مثل ما شفنا استاذ انضوح الانتخابات الاوروبية الاخيرة الاف بي او كسب تقريبا تسعة بالمية اضافية الاف او بي خسر اكثر من عشرة بالمية الاف الاس بي او تقريبا حافظ على شكله باقي الاحزاب يعني خصارة طفيفة طفيفة بالضبط يعني هي صفر فاصل اثنين ثلاثة تقريبا يعني شيء لا 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 ليس شيء مفصلي فاستاذ امضوح فعلا نحن النمسا مقبلة على مرحلة اعتقد هتكون صعبة جدا يعني في صراع انتخابي يعني تخيل انت استاذ امضوح بالانتخابات الاخيرة كان في تفاوت ما بين الاحزاب طبعا بعد فضيحة ابيزا بال2018 الى التساطاش واللي سببت باستقالة الحكومة خرج الاوفو بي بعدما اعاد انتاج نفسه واستفاد من استفاد من هبوط الاف بي او حصل وقته على ما يصل الى 35 اربعة وثلاثين في المئة تقريبا او اكثر شوي ستة وثلاثين مين الاوفو بي سبعة وثلاثين حتى تقريبا الاوفو بي لا يعني اقترب من الاربعينات في الحكومة الاولى لا لا التانية اتلف مع الخطر فهو استفاد فعليا كتير ولكن الازمات التي جاءت بهذه المرحلة ليس كورونا ثم اوكرانيا وفلسطين الان والفقر والتضخم فعاد واستفاد منها الشعبوي هربت كيكل والخطاب المتشدد فبالتالي اعادت كفة الاحزاب السلاسة الى نقطة التوازن توازنت الاحزاب مجتمعة مع اختلاف النسب يعني اختلاف بسيط صراحة يعني فيه تقارب هلا كتير كبير يعني كل جميعهم يتراوحوا ما بين 22 الى 25 تقريبا يعني ما في حدا اكثر من ذلك تقريبا اقل او اكثر حسب الانتخابات الاوروبية انما انت كده برضو بالطريقة اللي احنا بنقول او بالاستطلاعات الرأي مش يكون عندنا اقتلاف مكون من حزبين هل يعني تصدق المقول ان الانتخابات الوطنية النمسوية قد تسفر عن برلمان متعدد الاطياف هل تعاد الحكومة الالمانية بحجمها دلوقتي لان برضو الحكومة الالمانية متعددة الاطياف ثلاث احزاب هم اللي مكونين الحكومة هل تتوقع ان يكون هناك برضو احزاب اضافية نعم نعم سيد الكريم احزاب اضافية اكيد رح يدخل على الساحة احزاب اضافية لا في تشكيل الحكومة ناسو لانه انت شايف ان دلوقتي الاغلبية قسرة الاغلبية بتاع حزب الشعب وحزب الخضر وبرضو مع المشاكل الداخلية اللي موجودة هلا بداية هلا بداية هي فعليا في احزاب جديدة تقريبا ستدخل مثل الكيبا او مثل بعض الاحزاب الاخرى الخضر الجدد وفي كتير احزاب ممكن ان تدخل اذا في حال حصلت على النصاب القانوني اللي هو 5% لازم على الاقل 5% حتى يدر يدخل البرلم عنه اذا منذكر احنا بانتخابات بفترة كورتست واشتراخ حزب الخضر خرج ما قدر يحصل على النصاب القانوني ولكن استعاد حيويته امتى بانتخابات التالية وعاد للحكومة فبالتالي سيد الكريم اليوم الوفو بي تقريبا يعني بعد الانتخابات اللي صارت لـ 24-21.9 الوفو بي الاف بي او 23 لا اعتقد هاي النسبة عندي ايها مو دقيقة بصراحة فأضف على ذلك في حال بقي الرئيس النمساوي عند رأيه انه لن يضع يده بيد هربت كيكل في حال تصدر على الانتخابات فحتما بحكم الدستور وحكم القوانين طبعا هاي مسألة جدلية كتيرة هل سيلجأ سيلجأ الرئيس النمساوي الى الحزب التالي هل هو الوفو بي او الاس بي او لتشكيل الحكومة وهل الحزبين التاليين يعني على سبيل ميسال الوفو بي والاس بي او سيستطيعوا تشكيل 50% يعني الاغلبية الدستورية ام سيقتلفوا مع حزب اضافي نيوز الخضر بس انا هدخل في مشكلة يعني هدخل في مشكلة كبيرة مشكلة عويصة مشكلة عويصة جدا دستوريا الدستور بيخول للرئيس وبيدي له احقية في حرية اختيار رئيس الحكومة الجديد المكلف ولكن الورف جرى في النمسا دايما ان الحزب اللي بيفوز باغلب الاصوات او الحزب الاول هو اللي بيكلف بتشكيل الحكومة وتعيين المستشار نعم انما ممكن يكون فيه هو الرئيس يعني الحزب الاول يكلف بس ما عينش المستشار يعني لو فيه توافق بين الحزبين وبعدين ده برضو حتى يقضنا للخبر التاني اللي هو بيقول ان كارنيهما بيقول الرفض مشروط التحالف مع حزب الحرية نمساو الاول كارنيهما كان ممتنع تماما عن التحالف مع حزب الحرية لكن دلوقتي قال ايه الممكن ولكن اعتقد هو يقصد في عدم وجود هربت كيكل وهو ده اللي يعني شايفه ان يكون من المستحيلات ان الحزب هيقف مع كارنيهما ضد هربت كيكل اللي وصل الحزب للمكان اللي موجود فيها الان توفقنا الرأي ام تختلف معنا شوف سيد الكريم هلا كارنيهامر تقريبا هو خطابه صراحة لم يتغير يعني من من بداية طرح فكرة الاتلاف مع الاف بيو قال انا لن اجلس مع هربت كيكل ولكن ممكن ان نجد بعض نقاط الالتقاء مع الاف بيو مع الحزب الحرية بس فعدم وجود هربت كيكل هربت كيكل ولكن هل هذا سيحصل الله هو اعلم من المستحيل ان يحصل الا اذا صار معجزات ما الا صار معجزات ما ما هي المعجزات الله اعلم فضيحة ما وضع صحي ما الحزب قرر اعاد تشكيل نفسه ما الله اعلم لا بس السياسة لا تقاص بالتوقع ولكن هذا لا يعني سيد الكريم لا يعني انه كارني هامر يبقى على هذا الرأي صراحة في مرحل مراحل ممكن بقولك لا نحن سنجد بعض نقاط الالتقاء مع هربت كيكل وبالتالي وبالتالي اعطى لنفسه الضوء الاخضر مرة اخرى ولحزبه لان يأتلف مع لكن هل هو سيستمر هل هو سيجدي هل هو فعليا الشارع سيوافق عليه اي طب برضو نفس ميك ليتنا لما كان في الانتخابات بتاعت المقاطع بتاعت نيدر السري اشكرك قالت لا وبعد الانتخابات تحالفت مع هذه الاحزاب لا دينة لها ولا اديولوجيا سياسية لها ولا مبدأ لها صراحة حزب الشعب اثبت في الفترة الاخيرة ان مبدأه السلطة ثم السلطة ثم السلطة عليها ان يكون في السلطة اليوم حزب الشعب لا يستطيع ان يترك وزارة الداخلية ان يترك وزارة الخارجية ان يترك البرلمان النمساوي بقصول بالرئاسة يعني هذه المناصب السيادية العليا للغاية لا يستطيع حزب الشعب اليوم كارني هامر ولا جيرهاد كارنر أن يعودوا بعد التاسع والعشرين من التسعة ليجلسوا في منازلهم بس في مشكلة تانية برضو قد بالك أني أنا لا أعتقد أن يكون هناك تعاون في المستقبل بين حزب الشعب وحزب الخضر بعد الأزمة الأخيرة هذا الخبر التالي أعتقد أنه ليس سيكون بينهم الخضر برضو خارج من حسابه هل ممكن نرجع للحكومات لأنه زمان كان دايما فيه إدلاف موسع بين حزب الحمر والسود يعني أو التركيز حاليا بين حزب الشعب والحزب الديمقراطي كان على فترات طويلة جدا كانوا بتبادلوا المناصب يعني حتى وصل في مرحلة من المراحل كان حزب الاشتراكي هو اللي بيعين المستشار جات في مرة من المرات أن حزب اللي هو لما جيه هو اللي كون الحكومة وهو خاد المستشارية برضو فيه توافق يعني برضو على الوصارات اللي انت قلت عليه المالية الداخلية الخارجية بالتوزيع يعني حاليا دلوقتي أعتقد أن أوراق الكوتشينا هتخلط من جديد وندخل في معضلة كبيرة وليس من المستبعد بصراحة من كل هذه الفوضى الحاصلة من كل هذه الفوضى الحاصلة أن يستفيد فقط هيربيت كيكل وأن تزداد شعبيته أكثر وأن تزداد الأصوات يعني ممكن يحصل هذا هلأ صراحة من المتوقع أن هيربيت كيكل يحصل على ما يصل إلى 30% يعني هو صحيح حصل على 25.4 الأفوبي 24.5 الاس بي او 23.2 فعلا فيه تقارب كتير قريب من بعضهم صراحة ولكن الاس بي او مرشح أن يحصل على أكثر من ذلك خاصة أنه الانتخابات البرلمانية تقريبا يعني 55% من من يسمح لهم بالانتخاب ساهموا بالانتخابات بالانتخابات البرلمانية معروف أن الذين يشاركون أحيانا يتجاوزون الستونة في المائة وهذا بالتالي من الممكن أن يضيف علامات إضافية أضف على ذلك الفضائح المتتالية لكافة الأحزاب بما فيها الحكومة النبساوية حزبي الخضر والشعب التي لا يستفيد منها بصراحة إلا الاف بي او حاليا لا وانت خد بالك لما تبدأ الحملات الانتخابية حنعايش حاجات أكبر فمراحة بالطلط